لعلي هذا اليوم أحمل مستند تحريري على الاتفاقية التي أبرمت والتي أطلق عليها الاتفاقية المذلة على أثر الاحتجاجات شكل البرلمان لجنة من تسعة وانطو أكثر من اعتراض على أكثر من عشرين نقطة على هذه الاتفاقية وطلعوا بنتائج توصلت لها اللجنة كذا تسمح نقرأ قسم منها يقول على الحكومة بناء على النتائج التي توصلت لها اللجنة توصي بالآتي أولا على الحكومة العراقية إبلاغ الجانب الكويتي بالتريث في إدخال الاتفاقية حيث التنفيذ لعدم وجود ما يستوجب تفعيلها في الوقت الحاضر اثنيا على مجلس النواب العراقي تكليف فريق قانوني ومن الخبراء في مجال ترسيم الحدود بإقامة دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية للطعن بالاتفاقية كونها مخالفة للدستور ولا تحقق الهدف الرئيسي في المادة واحد من هذه الاتفاقية على الحكومة العراقية إقامة دعوة قضائية أمام المحاكم الدولية اتجاه موقع ميناء مبارك الكويتي المزمع إنشاءه في خور عبدالله كونه جاء مخالفا للمادة سبعين من قانون البحار رابعا على الحكومة العراقية تبني تكليف فريق متخصص من وزارة الخارجية والنقل ومختصين بالقانون الدولي وخبراء في ترسيم الحدود بالطعن لدى المحاكم المختصة والجهات الأممية في القرارات الدولية الصادرة لحين ترسيم الحدود بين العراق والكويت خامسا على الحكومة العراقية عدم تفعيل اتفاقية الربط السككي بين العراق والكويت تبني حتى هذه الجماعة هم سوينها يعني الربط السككي على ميناء مبارك حتى موانئنا كلها توقف لا ميناء فاو ولا خور عبدالله ولا أم قصر والكويت ما لم اتفاقية خور عبدالله اللي موقعين هم اللجنة وهي توقيعاتهم إذا الكاميرا بالكاميرا تبين لجنة برلمانية خلي 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 لجنة برلمانية طون المديم شباب تمام إذا تتوضح صورتها وراح أقرأ اسماؤهم رئيس اللجنة النائب السابق مازن المازني وياهم تبين بالواضحة بعدها سايب بيكبرها جيد النائب جمال عبدالزهرة لمحمداوي النائب عالي انصيف النائب توفيق محي أحمد محيسن الكعبي النائب عبدالرزاق عبدالأئمة النائب عواطف نعمة النائب زاهر ياسين النائب سميرة جعفر النائب علي لفته والنائب مازن صبيح المازني رئيس لجنة الأمر النيابي رقم سبعة وسبعين وهاي محولة إلى مجلس النواب بهذا الكتاب العدد خمسة وثلاثين التاريخ أربعة عشر اثنين الفين واثمنطعش الفين واثمنطعش العدد خمسة وثلاثين تاريخ أربعة عشر اثنين الفين واثمنطعش ومصايب الدنيا كاتبينها بهذه اللجنة اللجنة